بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تردد قناة طيور الجنة 2022 قناة طيور الجنة حتى قنوات الأطفال التي تم إنشاءها خصيصاً للاهتمام بالأطفال وبدأت بالتحديد خلال عام 2008 وكان البث الأساسي لا على النيلسات والقناة تعمل على تقديم الكثير من الأغاني الجميلة التي تناسب الأطفال كما أن المثيعين والمطربين والمقدمين الموجودين فيها جميعهم كانوا يقدمون أسلوب سلس وسهل يتناسب مع الطفل التي يتلقى هذه البرامج الجنسية الأساسية لقناة طيور الجنة هي الأردنية ولكنها بدأت بالبث الخاص بها من داخل دولة البحرين كما أنها تقوم ببث البرامج على مدار 24 ساعة فلا تغلق القناة مطلقا أما أن المؤسس لهذه القناة هو خالد مكداد والذي شارك داخل الكثير من أغنيات مع أولاده المعتصم ووليد وحاليا أبنائه الصغار جاد وإياد وأيضا قام بتأديد الكثير من الأغاني ومن بينهم ابنته جنة حيث شهدت لقد كان للقناة السبق في التوجه نحو محتوى هادف يخدم الطفل العربي فهي أول قناة فضائية مخصصة للأطفال وكانت انطلاقتها الأولى في عام 2008 من مدينة عمان بالأردن أي أن عمر القناة نحو 11 عاما وتعود ملكية القناة إلى الملك خالد مكداد وبعدها تم إنشاء عدد قنوات تابعة لها مثل طيور بيبي وطيور بيبي الإنجليزي وكذلك قناة طيور بيبي باللغة التركية وكذلك تركز محتوى طيور الجنة حول كل ما يخدم الطفل من محتوى تربوي هاتف سواء كانت أغاني أطفال أو برامج أو رسوم متحركة وفي الحقيقة فرضت القناة بطريقة عرضها المميز للمحتوى الخاص بها حيث عملت على جذب الأطفال بطرجة غير عادية بل أصبحت مجموعات الأطفال في الحضانات أو المدارس يتغنون طوال اليوم بأغنيتها إذن تردد قناة طيور الجنة 2021 التردد 11393 معدل الترمي 27500 الاستخدام عمودي الجودة HD معامل تصحيح الخطأ 3 على 4 القمر الصناعي نايل سات إذن تردد قناة طيور الجنة 2022 التردد هو 11393 معدل الترمي 27500 الاستخدام عمودي الجودة HD معامل تصحيح الخطأ 3 على 4 القمر الصناعي نايل سات إلى هنا نكون قد أوصلنا لكم اعتردد قناة طيور الجنة ونسأل الله أن نكون عند حسن ظنكم ونسأل الله أن نكون قد جلبنا لكم الفائدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته